نظمت الرابطة الدولية للسلام وحقوق الإنسان ندوة حول الوضع الإنساني المأساوي في اليمن جاءت تلك الندوة متزامنة مع انعقاد الدورة السابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وأجمع المتحدثون على أن استخدام الحوثيين والانقلابيين للمدنيين كدروع بشرية هو سبب معاناة الشعب اليمني وتفاقم الوضع الإنساني في اليمن الهم الرئيسي في هذا الوقت هو أن نقدم مشكلة اليمن في المحافلة الدولية لأننا نعتقد أنها لم تحظى حتى الآن من الاهتمام بما فيها الكفاية سواء الجهود الدولية الساعية لإيقاف الحرب وإنهاء الانقلاب أو تلك الجهود التي تتعامل مع آثار الحرب الحالية مثل مهم الإغاثة والاهتمام باللاجئين والنازحين والتخفيف من معاناة الناس الذين ما زالوا يرزحون تحت طائل أحداث الحرب حاليا مهمتنا اليوم أول يوم عملنا شيئين الأول هو أننا أشهرنا الرابط الدولي لحقوق الإنسان وهذا أول لقاء في مقر مجلس حقوق الإنسان هنا للأم المتحدة في جنيف والشيء الثاني قدمناه تقريرين كانت تقريران حول استخدام المدنيين كدروع بشرية والتقرير الآخر حول حقوق الإنسان في اليمن الخبراء المشاركون في الندوة شاروا إلى عجز منظمات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني بالتحرك السريع من أجل تحصين الظروف الإنسانية في اليمن مطالبين هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمتسببين في هذه الأزمة في إشارة منهم لميليشيا الحوثي والانقلابيين دائما نسعى مع كثير من المنظمات التي نتعامل معها إلى طرح الصورة الحقيقية للمأساة اليمنية التي أنتجتها الحرب التي أنتجها الإنقلاب على الدولة وهذه المآسي للأسف تتشعب كل يوم وتزداد صعوبة كل يوم بفعل الحرب الممرات الإنسانية الآمنة وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل ميليشيا الحوثي وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبية لانتهاكات الجسيمة في اليمن كانت أحمى مطالب المشاركون في الندوة ترجمة نانسي قنقر